عز الدين القسام اسم يرتبط عند كتير من الناس بمعاني الشجاعة والإقدام والجهات ضد الصهاينة في أرض فلسطين في الحلقة دي هنعرف كتير عن حياة المناضل عز الدين القسام هنعرف إنه ما قضاش حياته كلها بيوجاه ضد الصهاينة وإنه مكانش موجود في مكان إلا وساب فيه بصمة كبيرة وساب دور مهم في المكان اللي هو كان عايش فيه فأنا بكم يا سادات وستادة في حلقة هنتكلم فيها عن حياة المناضل الشهيد عز الدين القسام مش عزينا طول كتير طبعا خلونا نلده محمد عز الدين ابن عبدالقادر ابن مصطفى ابن يوسف ابن محمد القسام ولد سنة 1883 من الميلاد 1300 من الهجرة في مدينة جبلة السورية التابعة لمحافظة اللذقية وقتها مدينة جبلة دي كانت تابعة لولاية بيروت داخل الدرو العثمانية المنطقة دي كلها كان اسمها سوريا مكانش لسه بقى فيه لا سوريا ولا لبنان ولا لأردن ولا حدود ولا ديول جده مصطفى القسام كان من أعلام الطريقة القادرية كانت أحد الطرق الصوفية السنية واللي بتنسب ليه عبدالقادر الجيلاني انتشر أتبعها في العراق وبلاد الشام ومصر وشرق إفريقيا وشمال إفريقيا مهم ان جده دا كان من أعلام هذه الطريقة في العراق ولما انتقل للحياة في جبل هو وأولاده استمر على نفس الشيء فيعني عائلة عز الدين القسام كان لها نصيب من الاحترام شأنهم شأن أي عائلة متدينة وليهم حظ في طلب العلم واعطاء العلم كل واحد بيسرد عنه حاجة مختلفة عن التاني فيه اللي هيقول انه كان زي جد عز الدين القسام على رأس الطريقة القادرية وفيه اللي هيقول انه كان مجرد رجل متعلم على خلق رفيع جدا مع يكونه منم بالعلوم الشرعي وفيه اللي هيقول انه كان بس عنده كتاب يحفظ فيه الطلبة القرآن الكريم ويعلمهم القراءة والكتاب واللي هيقول انه كان شغال حداد واللي هيقول واللي هيقول فيعني فيه روايات كتير عن أبو عز الدين القسام واللي مشترك في كل هذه الروايات إنه كان المختار في مدينة جبلة والمختار ده كان لقب بيلقب به الناس في الشام اللي هو باختصار الرجل الذي إذا وجد فيه مكان يؤخذ برأيه مقدم على كل من هم موجودين في المكان زي الكبير بتاع الحيطة يعني بس وإن كان فيه اختلافات كتير على أبو عز الدين القسام إلا إن المتفق عليه إن حالة الأسرة نفسها ما كانت في أفضل حال يعني كانوا عايشين على الكفاف والصبر على الفقر دي كانت البيئة اللي هيتربى فيها الطفل محمد عز الدين القسام وآه هو اسمه مركب محمد عز الدين مش عز الدين فقط هيحفظ في طفلته والقرآن الكريم وهيتعلم القراءة والكتابة والحساب هيتعلم مبادئ العلوم الشرعية على إيد والده طبعا ما كانش فيه مدارس فكان بيروح لكتاتيب ويمكن دي الحاجة اللي هيهتم بيها عز الدين أبو لاحظ إنه كان بيتردد على مجالس العلم كتير داخل المدينة فحب إن ابنه يتزود أكتر من العلم بس في الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم عنها دي تحديدا أواخرت قرن 19 الميلادي ما كانش فيه في مدينة جبلة لا مدارس ولا معاهد كان بس الكتاتيب اللي يا دوب بتعلم القراءة والكتابة يعني بترفع عنك حاجز الأمية وتحفظك القرآن الكريم وطلقة تلاوة مدن وقرأ الساحل السوري كانت نفس النظام تقول لي طيب ما فيه الجامع الأموي في دمشق حيث حلقات العلم ومجالس العلماء أقول لك لا برضه حتى ده المؤرخين كان بيقولوا إن نادرا ما بيكون فيه عالم يستحق إنك تشد الرحال إليه لتتعلم عشان في هذا التوقيت كان يفتقر للعلماء فبيفكر كتير أبو عز الدين القسام لحد ما ما بيلاقيش قدامه أي حل ولا أي مخرج غير الجامع الأزهر في القاهرة بس خليني في البداية حكي لك عن مشكلة أنت بكل تأكيد قبلتها قبل كده بكل تأكيد سمعت كلمة إن لأ أنت بلاكش علاج هنا وعلاجك برا فأنت على طول تفكر في دماغك إن دي حاجة مستحيلة خلاص أنت مش هتتعالك أو حتى صادفت إنك تروح الصيدلية تسألهم على علاج يقول لك لا العلاج ناقص ومش موجود كل دي وأكتر حاجات بيحلها ليك موقع وأبليكيشن كونز الميد رائع حلقتنا اللي بيقدم ليك مزايا استثنائية زي إنك تقدر تتكلم فيديو كول مع دكاترة على أعلى مستوى من أوروبا وأمريكا تشرح ليوم حالتك وهم هيقدموا ليك تقرير مفصل فيه كل حاجة عن حالتك وما تقلقش من نقطة اللغة دي هما هيوفروا ليك المترجم كمان تقدر عن طريق كونز الميد تطلب العلاج اللي ناقص عندك في الصيدليات ويجي لك لحد باب البيت وعن طريقهم كمان تقدر تسافر تتعالج برة أيوة كونز الميد بيوفروا ليك كل التسهيلات اللازمة من أول إجراءات السفارة لحد تنظيم زيارتك للمستشفيات في الخارج وتسهيلات السفر عموما وكل دوا أكتر هتلاقوا طبعا في صندوق الوصف اللي فيه كل حاجة عن كونز الميد فين هو صندوق الوصف؟ تحت الزرار اللايك والاشتراك في القناة وطبعا شكرا كونز الميد على رعيتهم المميزة لنا الجامعة الأزهر في هذا التوقيت كان هو قبلة طلبة العلم الشرعي في العالم الإسلامي الدراسة فيه ما كانتش لسه متقسمة إلى مراحل دراسية لأن التقسيم جوة الجامعة الأزهر بدأ سنة 1911 فكان الشكل الوحيد للدراسة داخل الجامعة الأزهر كان عبارة عن حلقات العلم كل حلقة بتقدم مواد مختلفة بيجلس فيها الشيخ مع التلمدة وكل حلقة برضو بيكون لها فئة معينة يعني أنت قادر تستوعب درجة معينة من العلم فبتعد مع حلقة المبتدئين مثلا وبعد كده بتروح لحلقة نفس المادة ولكن الحلقة الأعلى وهكذا من غير ما يكون فيه لا شهادات ولا تقييمات ولا اختبارات على أساسها بيعتبر الطالب ده ناجح أو راسب طلبة العلم كانوا طبعا بيتنقلوا بين الحلقات المختلفة علشان يدرسوا العلوم الشرعية زي الفقه والتفسير والحديث وطبعا علوم العقيدة أو المواد اللغوية زي النحو والصرف والبلاغة والأدب وغيرهم عز الدين القسام ابن الأربعتاشر عام توجه مع بعض طلاب العلم من الساحل السوري لطلب العلم داخل الجامعة الأزهر كلام ده كان تحديدا سنة 1896 عاشوا حياة القاهرة واختلطوا بأهلها وناسها شايفوا المعاناة اللي بيمر بيها أهلها على إيد الاحتلال البريطاني نفس الاحتلال اللي هيذوق منه الويل ولكن على أرض فلسطين هيشوفوا علماء الأزهر أصحاب المسئولية اللي كانوا دائما في الصفوف الأولى في مقاومة هذا الاحتلال وتشجيع أهل القاهرة على مقاومتهم نفس الوقت هيدرسوا العلم الشرعية والعلم اللغوية على إيد نفس العلماء علشان يفهم عز الدين القسام أن دور رجل العلم ودور الخطيب دور الإمام دور الشيخ في المسجد لا يتوقف فقط على أداء الخطبة والدعوة وإنما عليه أن يعيش معاناة الشعب وأن يتحدث مع الشعب على معاناتهم هيقول عز الدين التنوخي عن حياته هو وعز الدين القسام في القاهرة والأتنين كانوا إصحاب خرجوا من سوريا وراحوا على الجامعة الأزهر لتناء الدراسة الفلوس اللي معاهم خلصت وما لس صغيرين وما فيش أي حاجة تبعت ليهم من سوريا فعز الدين القسام اقترح اقتراح ده ليه ما نعملش حلويات ونبيعها في المنطقة اللي احنا عايشين فيها هو بدع لما نسأل الناس ونمد إدينا وهو نكون بنشتغل بجانب دراستنا ونأكل أكل حلال التنوخي كان شايف ان الموضوع ده بعيب في حقه ازاي هعمل حلويات وعطلع نادي بقى في جامعة الأزهر وبيع للطلبة اللي بتدرس معايا شكلها مش حلو يعني فالقسام قال له ايه عمل انت بس الحلويات وانا هقف بها في السوق وانا اللي هنادي على البضاعة علشان فعلا يقدروا يبيعوا الحلويات ويكسبوا منها فلوس يقدروا عن طريقها يعيشوا ويكملوا دراستهم وما حدش من أهلهم كان عارف هم بيعملوا ايه لحد ما في يوم من الأيام بينزل على الجامعة الأزهر أبو عز الدين التنوخي علشان يشوف ابنه أحواله عاملة ازاي فهيشوف بعينه ابنه هو وعز الدين القسام اللي اتنين قاعدين بيبيعوا هاريسة أمام الجامعة الأزهر الاب رح لهم علشان يسألهم مهما بيعملوا ايه فالتنوخي قال بيجيبها في القسام قال لأبو انا مكنتش عايز اعمل كده بس هو اللي قال لي يالله نعمل الكلام ده المفاجأة هنا كانت من رد فعل القب اللي في الأساس كان مبسوط جدا ما كانش متضايق بالعكس قال له ان لو كان اللي علمك ده عز الدين القسام فقد علمك الحياة وفي رواية تانية انه قال له لقد علمك الاعتماد على النفس وكسب الرزق الحلال الطيب وحفظ ماء الوجه من ذل السؤال ده كان شكل حياة عز الدين القسام في القاهرة بيتخرج في الأخير من الجامعة الأزهر على سنة 1906 قضى في الأزهر حوالي عشر سنوات تقولي انت ديسته يلي من شوية انه ما كانش فيه لا اختبارات ولا حاجة هقولك اه كان شكل التخرك وقتها ايه انه بياخد اجازة من بعض المشايخ داخل الجامعة الأزهر تفيد بانه رجل ضاليح في العلوم الشرعية لمنها كذا وكذا وكذا ودي نقطة هتميز عز الدين القسام وشكل المقاومة اللي هيجي بها قدام المهم انه لما رجع مرة تانية على اللاذقية نزل في جامع اسمه جامع إبراهيم بن أدهم بقى فيه بيدرس الحديث والتفسير وكمان بيقوم يخطب الجمعة في المسجد يعني القسام وقتها بيخاطب فئات مختلفة من المجتمع مجتمع الريف في الشام في هذا التوقيث كان منقسم لطبقتين طبقة الأفندية وطبقة الفلاحين الأفندية دول تقدر تسميهم انهم مرلك الأراضي يعني تلقى تربع الأراضي تقريبا في ايد الأفندية والفلاحين بس معاهم الرابع اللي فاضل طبعا ما بكنامكش على كلهم في نسبة من الفلاحين كانوا ورثين أراضيهم دي عن جددهم بس أغلب الفلاحين كانوا شغالين في أراضي الأفندية أبو عز الدين القسام اتبسط قوي لما ابنه رجع فقال ياخده من إيده كده علشان يروح للباشا أو الأفندي اللي أبوه كان شغال في أرضه ويأخد عز الدينه يعني يفتخر بيه قدام الباشا سعز الدين القسام شاف ان ده انتقاص منه ومن أبوه وكمان طبعا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة بتقول ان المقيم هو اللي يزور المسافر وليس العكس ولو ده كان العرف وقتها فعز الدين القسام بفعله كسر هذا العرف وخد مواقف كتير القسام فيها كان بيتكلم وبيقول كلام الحق على نفسه قبل الناس يكون حريص ان الفلاح يكون عارف ايه حقوقه وإيه واجباته ايه اللي ليه وإيه اللي عليه حاجات دي طبعا أغضابة الأفندية أو قطاع كبير من الأفندية وما كانوا مبسوطين بالمجتمع الذي يسوده الجاهل الجاهل انت تقدر تحركه عادي كده زي ما بتحرك قطع الشترنج انما الواعي هيعرف ايه حقوقه وهيطالب بيها هيقول عبدالوهاب زيتون الجبل ان الاقطاعيين في السحل الشامي قالبوا على القسام بقوا عايزين ينفو في اي مدينة خالق سوريا خالص بس يعني الكلام اللي الاقطاعين كانوا بيحدثوا بأنفسهم قابل اصلا هوى القسام هوى نفسه كان عاوز يخرج مرة تانية للسفر المرة دي كان عاوز يسافر على اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ده علشان اللي عرفوا ان فيها مساجد كتير ومجالس علم كتير فكان عاوز يتتلمت على ايد مشايخها ويشوف الدروس في هذه المساجد بتدار الزائن وينقل هذه التجربة الى اللاذقية الا ان الوضع في اسطنبول ما كانش زي ما هو متوقع الجاهل فيها بامور الدين كان زايد عن الحد عدد غير العارفين باساسيات الدين اصلا كان كبير جدا وفي اغلب الفئات العمرية فقرر ان لا من الافضل ان يرجع مرة اخرى الى اللاذقية ويخصص مجهوده من البداية خالص من النشأ من الاجيال الصغيرة اعتنى بالاطفال واولاهم اكثر اهتمامه وقته في الصباح كله يكون مخصص للاطفال وفي المساء يلقى الدروس لكبر السن ثمان بدأ عملية التعليم المنهجي سنة 1912 افتتح عز الدين القسام مدرسة في مدينة جابلة كان بيدرس فيها بجانب طبعا الدروس اللي كان بيرقياه في المسجد وخطب الجمعة اه وبالكلام عن خطب الجمعة فاغلب المشايخ اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت كانوا يعني في خطابهم بيوكيلوا المدائح بشكل مستفد للأفندية وملك الأراضي علشان يعني تجي لهم نفحة من ده ولا من ده هنعايشين في خيركم والله والكلام اللي انتو عارفينه ده يعني نعمل قسام في خطبته للجمعة كان بيستخدم نوع جديد من الخطاب كان بيخلي الناس تسيب المساجد التانية ويمشوا يروحوا على مسجده علشان يسمعوا خطبة الجمعة بتاعته كانت بتهز المشاعر وبتعالج المشاكل اليومية بتناقشها وبتناقش كمان هموم المسلمين بسلوب سهل وسلس الناس البسيطة تقدر تفهمه تخيل رجل عايش ان الطبيعي انه يكون راضي بالذل والهوان يسمع رجل آخر يصحي عزمته يدعوه لمحاربة الفقر والبؤس بالعمل والاجتهاد ورفض الظل مع التعاون ونشر المحبة والإثار بين الناس ده كان خطاب الناس غير معتدين على سماعه فأثر فيهم جدا وتعلقوا بشخص القسام وبعلمه ويمكن كان في نقطة هيغيرها القسام في الناس وهي الانشغال بأحوال المسلمين والعرب في كل مكان بأرضهم ولا يهمهم أخبار المغرب العربي ولا يهمهم أخبار مصر ولا أي حاجة لكن القسام غير هذه النقطة وده حصل لما بدأ الغزو الإيطالي لليبيا العالم الغربي طول عمره كان طامع في الدول العربية حم نتكلم على مكان استراتيجي رابط بين أوروبا وبين أسيا وإفريقيا بالسيطار عليه تقدر كل دولة انها تعمل مستعمرات لها في بلاد يفصل بينهم وبينها أصلا آلاف الكيلومترات أهمية الوطن العربي طبعا كانت موجودة على مدار التاريخ كل إمبراطوريات العالم حرفيا كانوا بتنازعوا على هذه المنطقة لكن تحس ان اهتمام الدول الغربية اندثر شوية إلى أن عاد إلى الصورة مرة أخرى ببشاعة في أواخر القرن التاسع عشر هيبدأ مرة تانية الصراع بين الدول الاستعمارية اللي يهمنا الصراع اللي حصل بين إيطاليا وفرنسا على دول شمال إفريقيا فرنسا كانت عاوزة تغزو ساحل المغرب العربي تحديدا بشكل الدول اللي موجود وتنزول الحلقة عايزة تحتل المغرب والجزائر وتونس وليبيا بس إيطاليا كانت عاوزة ليبيا فضلوا كده هاتوا خد إيطاليا وفرنسا لحد ما بيعملوا اتفاقية للتقسيم إيطاليا هتقول لفرنسا أنا هاخد ليبيا وانت خد الدول اللي انت عايزها المهم ليبيا دي سبها لي علشان بالفعل يوم تلاتين تسعة الف تسعمية وحداشر يبدأ الحصار الإيطالي للسواحل الليبية الخبر اللي سمع في كافة ربوع الوطن العربي وبالطبع وصل لمسامع أهل الشام وطبعا وصل لعز الدين القسام اللي طبعا كان ليه دور كبير وعليه مسئولية كبيرة أما وإنه هو المتكلم وهو الخطيب بش هيطلع يكلم الناس عن فضائل الصبر وحرمانية السرقة وفيه إخواته هناك بيتعرضوا للحصار في ليبيا فكان في خطبه بيندد بعد والد طاليان حتى أنه هيبدأ ينظم مظاهرات حاشدة في السحل السوري تنديدا بهذا الحصار بس سرعان ما أخبار هذا الحصار بتنتهي وبتتبدل بأخبار جديدة أكثر سوءا الطاليان نجحوا في احتلال ليبيا فأدرك القسام بسرعة أن كل المظاهرات اللي هو بيعملها دي مش هتودي ولا هتجيب وأن العمل على أرض الواقع هو الأهم فيبدأ يتقابل مع الشباب كتير في المنطقة اللي هو عيش فيها يدعوهم فيها للجهاد في ليبيا ضد الطاليان والانضمام للمقاومة اللي بي هناك بالفعل انضم ليه مئات من شباب السحل السوري اللي بيصرف عليهم أغلب وقته للإعداد الفكري والبدني والعسكري ويمكن الأداد الفكري دي كانت الحاجة اللي هو مميز فيها جدا هو مش رجل عسكري بالدرجة الكافية لكنه رجل فكر على الجانب الآخر المقاتل صاحب الفكر أهم بكتير جدا من المقاتل الجاهل اللي مش عارف أصلا هو بيحارب ليه ولا عشان إيه بدأ كمان يعمل حاملات لجمع الأموال عشان يبعثها على المقاومة الليبية وعلشان طبعا يقدر يصرف بها على المجاهدين اللي معاه قبل فعل بيتم التجهيز للرحلة إلى ليبيا بيبعث القسام على الباب العالي وبيقول لهم إنه معاه عدد من المجاهدين كل المطلوب من الباب العالي إنه يوفر لهم بس سفينة تنقلهم على ليبيا تيجي الموافقة من الباب العالي بالفعل علشان يتجه بالفعل عز الدين القسام والمجاهدين اللي معاه والأموال اللي جمعوها ويروحوا على مدينة الإسكندرونا اللي فيها هينتظروا لحد السفينة مجلهم لكن هذا الانتظار طال عد على وجودهم في الإسكندرونا أربعين يوم وهذه السفينة لم تأتي فالمجاهدين يقاسوا واثروا الرجوع مرة تانية على الساحل السوري وقرروا استغلال الاموال اللي معاهم دي في بناء مدرسة لتعليم القراءة والكتابة وهو برضو نوع من انواع الجهاد في رواية تانية بتقول ان عز الدين القسام لما السفينة دي مجاتش اثر ان هو بنفسه يروح ليبيا علشان يقابل جنود المقاومة هناك ويديهم الاموال اللي هو جمعها ففي السر حسب هذه الرواية عز الدين القسام قدر ان هو يوصل ويقابل اسد الصحراء او امر المختار ويعطيه المساعدات ويرجع من تاني الله اعلم هذه الرواية صحيحة ام لا ولكن وان كان الجهاد والمقاومة في بدء الامر كان بقابل القسام فيها عثرت كتير الا ان الجهاد عيج للقسام لحد عنده هذه المرة في بلده سوري لا تتعرض هي الاخرى للغزو من الفرنسيين ودي حاجة تودين للي حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى سقطت الدولة العثمانية وبدأ تحقيق حلم اتفاقية سايكس بيكو على ارض الواقع وطبقا لهذا الاتفاق بين الدول العظمى المنتصرة في الحرب فالساحل السوري مكان اقامة عز الدين القسام كان من نصيب فرنسا انتشر الخبر ده بين الناس في سوريا تمهيدا لقدوم الفرنسيس فهنا القسام هيبدأ مرحلته الاولى في الجهاد ضد الفرنسيين المرحلة دي كانت اصلا قبل ما يكون فيه احتلال فرنسي هيبدأ يخطب في الناس ويفهمهم ايه هي المسئوليات الاجتماعية والمجتمعية والوطنية اللي عليهم وان في حالة قدوم الاحتلال الفرنسي بالفعل يجب عليهم ان يقاوموه ولا يستكينوا امامه لحد ما هتوصل في سنة 1919 على الساحل السوري لجنة كراين الامريكية لاخذ رأي شعب سوريا مين الدولة اللي تحب تكونوا تحت وصايتها شوفوا المجاحة بقى خرج وفد من مدينة جبلة لمقابلة هذه اللجنة كان من ضمن هذا الوفد عز الدين القسام لما سؤل عن رأيه فقال لا وصاية ولا حماية هيقول له رئيس اللجنة نعتقد انكم لا تستطيعون ادارة انفسكم وحماية بلادكم وانتم على هذه الحال من الضعف وانعدام التجربة فاجاب القسام اننا نستطيع ان ندير انفسنا وليس غيرنا اقدر منا على ذلك اذ لدينا قوة لا يملكها الاخرون واخرج المصحف من جيبه وقال هذه قوتنا هيرجع الوفد على المدينة وهيعمل فيها لجنة لادارتها كان عز الدين القسام فيها بيتولى القضاء الشرعي لكن فرنسا لم تكن تعبأ بكل هذه الامور اعرفوا يديروا حياتهم ما عرفوش احنا كده كده هنحتل هذا المكان ووصل بالفعل الاحتلال الفرنسي للسواحل السورية عام 1920 فالقسام هيضرب للجميع المثل في كيف يكون الامام هيبيع بيته وبالمال هيشتري سلاح لغرض المقاومة علشان يكون هو بنفسه التمثيل الواضح للجهاد بالنفس والمال هيبدأ كمان يضرب المتطوعين على فنون القتال واستخدام السلاح هيلبي ندائه جمع غفير من اهل جبلة كان هو اللي بتولى تدريبهم بنفسه ومن هنا تقدر تقول ان الجهاد بدأ ضد الفرنسيين عمليات القسام ورجاله طبعا كانت عمليات غير شاملة نظرا لبساطة السلاح لمعاهم بس فكرة المقاومة نفسها هي اللي كانت مؤثرة فالفرنسيين كانوا عاوزين يقضوا عليه هو شخصيا بدأوا يترباصوا بيه ولانه كان عاوز يستمر في الجهاد فكرر ترك مدينة جابلة هو والمجاهدين اللي معاه والخروج الى الجبال هم عارفين الارض اكتر من الاحتلال والاحتلال جيش نظامي غير مدرب على حروب العصابات فطبعا مش هيدر يجاري القوات الفردية اللي مع عز الدين القسام وبالفعل عمليات عز الدين القسام وجنوده في الاحتلال كانت موجعة جدا لدرجة ان الفرنسيين لما ملقوش اي حل معاهم حاولوا شراء القسام بالمال ووفدوا اليه رسولا يحمل رسالة شفوية بيدعوه فيها الى انه يسلمهم يعني ويكف عن المقاومة في المقابل هيرجع على جبلة امنا وهيدو القضاء الشرعي في المنطقة تحت سلطة الاحتلال طبعا لكنه رفض هذه الدعوة وقال لرسولهم عد من حيث اتيت وقل لهؤلاء الغاصبين انني لن اقعد عن القتال او القى الله شهيدا كذا الفرنسيين اتحطوا في موقف محرق جدا هم مش قادرين يستميلوا هذا الرجل فحاكم عليه الفرنسيين بالاعدام غيابيا وصدر منشور بيضم اسم عز الدين القسام والمجاهدين اللي معاه بان دول محكوم عليهم بالاعدام طبعا ردود الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد الرد دايما كان في غاية القسوة والبشاعة من اي احتلال مثلا من اشهر المعارك اللي ضرب بين الطرفين كانت معركة بانية القسام قدر فيها هو ورجاله انه يغير على حامية فرنسية اتل كل المقاتلين الفرنسيين اللي فيها واخذ سلاحهم فيعمل ايه الاحتلال الفرنسي يطلع علشان يقاتل القسام رجل برجل مند بند لا طبعا يقتل المدنيين فنزلوا على قرية سورية في نفس المنطقة جمعوا اهلها في ساحة واعدموهم بالكامل بوابل من الرصاص بعد المجزرة دي هيعلنوا مكافأة عشرة الاف ليرة لاي حد يقدر يدلهم على القسام اللي في نفس المنشور خلوه هو السبب في قتل هؤلاء الابرياء حاجة بيعملها المجرمين والاحتلال طول الوقت انهم يوهموا الشعوب ان المشكلة في المقاومة ان الأولى مقاومتهم لما قتلتم في حين ان بمقاومة او من غير مقاومة المشكلة الرئيسية هي في الاحتلال نفسه فكرة الاغتصاب فكرة الظلم والقهر هي اللي بتجيب المقاومة اصلا وعليه فالاحتلال هيبدأ يستخدم نفس الاسلوب المعروف ينزل على القرى يقتل عدد من اهلها ويخوف الباقي علشان يقرروا عدم دعم المقاومة وصل الامر انهم يحرقوا بيوتهم وامتلكاتهم وارضيهم فما يبقاش عندهم اي حاجة اصلا يقدروا يدعموا بيها القسام ورفاق وفعلا الامدادات بقت منعدمة فتوقفت الثورة فلم يأس القسام واتجه الى دمشق بنفسه لمحاولة مقاومة الاحتلال قبل ما يوصل لها ويغزوها هي كمان لكن في الاخير للأسف تم غزو دمشق من الفرنسيين ولم يقدر القسام على اداء اي دور مقاوم له في سوريا فقرر السفر من سوريا لكن الى اين؟ للاضاحة في الوقت ده سوريا كانت كلها اقليم واحد تابع للدولة العثمانية كانت بتشتمل على سوريا الجنوبية اللي احنا بنسميها النهاردة فلسطين في دفاتر الدولة العثمانية كانت بتسمى سوريا الجنوبية مهم ان القسام بيسيب دمشق وبيخود رحلة وهو متخفيا حتى وصل الى عكا احدى مدن سوريا الجنوبية او فلسطين بيروى انه اقام فيها ايام او شهور كانت بالنسبة للقسام استراحة محارب بيفكر فيها في العمل قبل كده وفي اللي جاي هيعمل في ايه؟ بيبدأ يقارن بين المدن اللي كانت مفتوحة قدامه يا اما عكا اما حيفا والمقارنة بينهم وصلته انه يتجه نهو حيفا لان كان فيها اسواق العمل والتجارة كمان من بلدان سوريا الجنوبية كان طلبة العم بينزلوا فيها فقرر انه هينزل حيفا في الاخير وصلها بالفعل سنة 1920 شهرة عز الدين القسام واسمه كان واصل لمدينة حيفا قبل ما هو يوصل ليه بنفسه هيبدأ يتعين في المدرسة الاسلامية لتعليم الاناث في حيفا بعدها هيدرس فيه مدرسة البرج الاسلامية وكان بياخد يعني اجر بسيط حوالي اربعة جنيه او خمسة جنيه قامه للعلم بالشيء الاقتصاد الفلسطيني ما كان شلي عملة في هذا التوقيت وانما كان بيعمل بالعملة المصرية الجن المصري هيكمل القسام في سلك التدريس والخطابة لحد ما بيكون خطيب في مسجد الاستقلال سنة 1925 كان اختياره في المسجد جايب بعد ما شهرته كانت وصلت كل حيفا تقريبا فكان الناس بيسفروا علشان يسمعوا خطبته القسام لما بيشوف هذه الحفاوة ليه في حيفا بيقرر الاستمرار في طريق الجهاد فلسطين في هذا التوقيت كانت تحت الاحتلال البريطاني او زي يعني ما بيحبوا دلعو سموه الانتداب البريطاني هجر اليهودية في هذا التوقيت الى ارض فلسطين كانت في اعلى مراحلها الموضوع خلاص ما بقاش سر وعد بيل فور بقى منتشر جدا وكل الناس عارفة ان بريطانيا ملزمة امام الصهينة انهم يعملوا لهم وطن قومي على ارض فلسطين التناغم الصهيوني البريطاني في ايجاد هذا الوطن وتحقيقه على ارض الواقع كان في اعلى مستوى كل دي حاجات نقشناها بالفعل في برنامج الارض المقدسة تقدر بكل سهولة تدخل على القناة هتلاقي قائمة الارض المقدسة تقدر تتفرج على كل فيديوهاتها واما ان القسام كان واعي جدا في هذه المرحلة من عمر فلسطين لما يتم الاعداد له وعليه هيشدد ويأكد على الجميع ان الاحتلال البريطاني هو الاخطر على هذه الارض هو رأس الشر في ارض فلسطين يجب ترضى هذا الاحتلال قبل ما يحقق وعد بالفور ويقول للشعب ان البريطاني ما هو الا محتل ليس له اي طاعة كلامهم غير ملزم للشعب بل هذا الشعب مأمور انه يواجههم ولا يطيع اوامرهم تفضل خطب القسام تربي اجيال كاملة لحد ما وصلنا على سنة 1934 يلا فيها الاحتلال البريطاني انتحكاته كانت بتتزايد وضغطه على الفلسطينيين بقى اكبر ما يكون مع دعم الاحتلال الغير مشروط للصهينا واليهو فخطبة للقسام سنة 1934 يسأل القسام المصلين من علم منبر هل انتم مسلمون فطبعا مفيش حد رد فاجاب لا اعتقد وسكت قليلا ثم تابع كلامه قائلا لانه لو كنتم مؤمنين لكانت لكم عزة مؤمن فاذا خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني فلا تطيعوا نداءه بدأ يتجه القسام انه يواعي الناس اكتر في خطبه عن الشر المحدق بيهم كان بيقول في كل خطبة ليه تقريبا ان اليهود مستنيين بس اللحظة المناسبة علشان ينقضوا فيها على هذه الارض ويفنوا شعب فلسطين تماما ومن باب الحث على الجهاد هيبدأ ينادي ان اقتصاد البلاد واغنياء البلاد عليهم شراء السلاح في حين ان اغلب المسؤولين عن الاقتصاد العربي داخل فلسطين كانوا بيبنوا فنادك وبيبنوا مساجد وعملين يصرفوا على يعني تزيين هذه الاماكن وقال القسام يجب ان تتحول الجواهر والزينة في المساجد الى اسلحة فاذا خسرتهم ارضكم فان الزينة لن تنفعكم وهي على الجدران حتى انه في مرة من المرات هيدعو الى عدم الذهاب لاداء فرازة الحج وبالاموال اللي الناس هتروح بيها تحج نشتري بهذه الاموال اسلحة زي ما اليهود عملين يتسلحوا في ارض فلسطين يحاول العرب الفلسطينيين انهما يكافؤوا كافة الصهينة اللي عملته زايد كل يوم وكان من صور ده اللي حصل قبل كده سنة 1929 اليهود كانوا بيخططوا انهم يهجوموا على جامع الاستقلال لانه هو الجامع اللي القسام بيخطب فيه وعمالي واجه الصهينة فهتطلع بعض النداءات من الدبلوماسيين والسياسيين العربين ينجدوا فيها السلطات البريطانية انهم يروحوا يحموا المسجد فالقسام ثار على هذا الاقتراح وقال في خطاب القاب بسبب هذه المناسبة ان جوامعنا يحميها المؤمنون منا ان دمنا هو الذي يحمي مساجدنا لدم الاخرين ووصف الطلب ده من السياسيين بالجب ويعتبروا دليل على الخضوع والذل قسام كان بيرفض اي حوار او اي معاهدة مع الانجليز ويقول من جرب المجرب فهو خائن انا مش محتاجين اصلا نجرب الانجليز جربناهم قبل كده كتير السلطات الانجليزية تاخدوا علشان يعني اتحاسبوا على كلامه ده فقدام المحكمة لم ينكر هذا الكلام وساعتها المدينة اضرابة اضراب عام فاضطرت السلطات البريطانية انها تخرجوا من السجن ويروى انه في واحدة من الخطب بتاعته كان بيخبئ السلاح تحت ثيابه ثم رفعه وقال من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الاخر فليقتني مثل هذا فاخذ مباشرة الى السجن وتظاهر الناس لاخراجوا واضرابوا اضراب عام في مدينة حيف علشان في حوالي عشر سنين بس قضاهم القسام في جامع الاستقلال خلى الناس من حواليه مستعدين لتلبية نداء الجهاد غير من طباع الشعب ويمكن كان من ضمن الكلمات اللي كان بيرددها دائما وبقت بالضرورة على لسان الشعب في حيف وانتشرت فيه فلسطين وظلت قائمة حتى يومنا هذا هذا جهاد نصر او استشهاد من الشعار اللي فاتده واللي صاغوا القسام ولطبعا هتاخدوا شعار لها المقاومة الفلسطينية طول فتراتهم تقريبا نقدر نفهم ان فكرة الجهاد كانت لسه في دماغ القسام لكنه كان قصد في الفترة دي ان الجهاد ما يكونش معتمد على حاجة لحظية شوية حماس عند الشباب شوية وهيطفي لا هو عاوز حواليه ناس مؤمنة بقضية الجهاد فاهم اهمية الجهاد ايه وتبعات الجهاد ايه بناء عليه من سنة 1920 من اول منزل حيفا بدأ عيز الدين القسام الجهاد بالفعل بس جهاده كان مختلف شوية بدأها بجهاد نشر الوعي والثقافة العامة عند الناس وده انوع طبعا من انوع الجهاد مش كل الجهاد خروج بالسلاح وقتال لكن في حالة زي حالة فلسطين دي تحديدا يجب ان تكون هناك مقاومة مسلحة بعد سنين طويلة عيز الدين القسام حوالي عشر سنوات زي ما قلنا في تسليط الضوء على خطورة الاحتلال هيبدأ عيز الدين القسام يختار العصبة القسامية او اعضاء المقاومة المسلحة في فلسطين يمكن حيفا كانت لها ميزة في هذا التوقيت انها كانت من المدن التي امتلأت بالمظلومين والمقهورين من الاحتلال والصهينا نسبة كبيرة من الفلاحين اللي اضطردوا من اراضيهم كانوا يتوجهوا الى حيفا عيشوا في مخيمات بدائية وعيشش لكن هذه العيشش كانت هي راحم المقاومة الفلسطينية اغلب شباب هذه العيشش كانوا يتوجهوا الى مسجد الاستقلال في صلاة الجمعة وسماع خطبة القسام منهم اللي كان بيفضل لحد ما بيستمع لدرس القسام في العصر في الخطبة وفي الدرس بتاع صلاة العصر كان القسام بيتفرس وجه الشباب لكي يشوف فيهم من فعلا اللي كان مهتم بقضية الجهاد ومين لا اللي بيلاقيه مهتم كان بيهتم بيه بيروحوا بيته وبيزوروا عن انفراد كانت بتتكرر المقابلات معاه لحد ما بيتأكد ان هذا الولد او هذا الشاب متحمس جدا لقضية الجهاد والمقاومة فيبدأ يضم القسام في مجموعة عدد افرادها ما كانش بيزيد عن خمسة لشان يحافظوا على سرية التحركات لحد فيهم الكشف ما يدلش على الاخرين شوفت بقى هذه الطريقة اللي عملها القسام في حيفا او حاول في هذا التوقيت انه يوسع نطاقها يبدأ يروح القرى اللي موجودة حوالين حيفا المدينة والناصرة وجنين يجتمع مع مختار كل قرية يعمل درس في الجامع الرئيسي في هذا المكان وتتكرر نفس العملية اللي فاتت دي يلاقي الشباب المتحمس يقنعهم بقضية الجهاد ويضمهم في مجموعات وما كانتش دي الطريقة الوحيدة خلانا اقول لان مثلا كان في احداث كبيرة كان بتحصل في فلسطين كان بيبين مجموعة من الشباب اللي القسام كان عمره ما هيشوفهم واللي كانوا طبعا على درجة عالية من الوعي بالقضية من ضمن هذه الاحداث مثلا كانت احداث سورة البراق سنة 1929 اللي خصصنا لها حلقة كاملة على القناة اتأكد انك تتفرج عليها بكل تأكيد واللي هيظهر فيها عدد كبير من الشباب اللي على وعي كامل بالقضايا الفلسطينية واهمية المقاومة دول برضو القسام كان بيتواصل معاهم علشان يوحدوا جهودهم مع بعض بس يمكن السواد الأعظم من الناس اللي انضمت لمقاومة عز الدين القسام كان الناس اللي وقع عليهم والظلم المباشر من البريطانيين والصهاين الناس اللي اضطردوا من أرضهم اللي مات ليهم كذا حد من ذويهم ودي حاجة يمكن لم يتعلم منها أحد كلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده هيعد عليه أكتر من مئة سنة في خلال كم سنة جايين انك تخلق عدو وثقر عن طريق الظلم دي حاجة تفضل مستمرة على مدى أجيال وأجيال حاجة بتورث ولن تنتهي دليل على ده ان نفس الأفراد اللي كانوا بيقوموا أيام عز الدين القسام أحفادهم النهاردة هما اللي لسه بيقوموا على نفس الأرض عددهم بيتزايد وتنظمهم بيكون أشد وكل اللي كان بينضم إلى المقاومة يا إما عانى من ظلم شديد من المقاومة يا إما مؤمن إيمان كامل بقضية الجهاد فهتحول في النهاية من مواطن عادي إلى مقاوم مسلح يمكن بداية التحول من الدعوة إلى التطبيق العملي للجهاد كان اللي حصل في ثورة البراق أنا هفترض أنك متابع الأرض المقدسة كويس وتفرجت على حلقة ثورة البراق وعرفت أحداثها وعرفت اللي حصل فيها المهم أن أبو إبراهيم الكبير ده كان واحد من عصبة القسام وأحد أهم المجاهدين هيقول بعد ثورة البراق سيبدأ يكلم هزي دين القسام ويقوله أن إحنا خلاص اتدربنا بما فيه الكفاية لازم نطبق اللي اتدربنا عليه دوت في أرض الواقع القسام كان فاهم أن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع محتاج تمويل كبير فبدأ يبعت على القيادات اللي كان متوقع منهم الدعم تصل بالملك فيصل في سوريا طلب مؤازرته في ثورته فوعده الملك فيصل أنه هيدعمه في هذه الثورة لكن هذا الوعد لم يثمر عن شيء تصل كمان بالحاج أمير الحسيني مفتي فلسطين الأكبر طلب منه أنه يهيئ الثورة في منطقته فأجابه بأنه يرى أن تحل قضية فلسطين بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات وكده عن مستوى الرؤساء والقادة والملوك القسام أدرك أنه لن يأتي له دعم بس كان فيه شخصية برزت في هذا التوقيت وقدمت دعم غير مشروط للقسام كان هو الأمير راشد ابن خزاعي الفريحات من مواليد 1850 يعني في الوقت الذي نتكلم عليه بعد ثورة البراق كان عنده حوالي 80 سنة لكن هذا الرجل كان من كبار الداعمين لكل أشكال الثورات والتحرر من المستعمرين في الوطن العربي يعني في ليبيا كان من كبار الداعمين لعمر المختار وطبعا في فلسطين كان من كبار الداعمين لعز الدين القسام هيبدأ يلم أموال وسلاح علشان يديهم القسام وكان بيقف جنبه بنفسه في هذه الثورة يذكر أن في مرة من المرات عز الدين القسام لجأ إلى جبال عجلون كان هو وعدد من الثور اللي معاه في هذه المنطقة مين اللي بيحميهم؟ كان بيحميهم ربنا سبحانه وتعالى وكانوا على الأرض في حماية الأمير راشد حاجة اللي طبعا أغضابة الإحتالي البريطاني كل ما يقرب أن هم يقبضوا على القسام يظهر الأمير راشد ويخفيهم تماما فمحدش لقيلهم أي أثر بس مع مرور الوقت وزيادة المخاطر حوالين عصبة القسام هيبدأ القسام يحس أن مقاومته وثورته على وشك أن هي تندثر وتنتهي معرضة للخطر في أي وقت في حالة أنه لم يبدأ الجهاد العالمي وبالتالي كل اللي بناه طول السنين اللي فاتت دي هينتهي مش هيباليه أي وجود لغير أن كان فيه تحركات في غاية الأهمية وغاية الخطورة بيعملها اليهود والصهايينة بدعم من بريطانيا على أرض فلسطين طبعا نتكلم على زيادة الهجرة اليهودية على الأرض المقدسة واتساع مساحة الأراضي اللي استولوا عليها سنة 1935 دخل أرض فلسطين حوالي 62 ألف يهودي كانوا بيتملكوا في نفس هذه السنة 73 ألف دونا من الأراضي الزراعية داخل فلسطين حتى أن المندوب السامي البريطاني هيبعد سنة 1935 على وزير المستعمرات البريطاني وهيقولوا في هذا الخطاب إن خمسة القراويين قد أصبحوا بالفعل دون أراضي يمتلكونها كما أن عدد العمال العاطرين في المدن تاخدهم في الإزدياد دي كلها كانت حاجات خلت القسام يعزم على الخروج خلاص ما فيش أي حاجة ممكن تعطلهم بدأ يتصل بأتباعه وإخوانه علشان يعرفهم إن مسألة الجهاد بيت أمر حتمي وعلني هيقول في ده عربي البدوي واللي كان من أعضاء مقاومة القسام والقريبين منه قبل الخروج كنا لمدة أسبوع نتباحث ونجتمع في بيوت متفرقة وأخيرا قررنا الخروج وكان الأمر القيادي الأول الكلام اللي جاي ده هو كلام عز الدين القسام ليتوجه كل إلى أهله يستودعهم الله ويعاهدهم على اللقاء في الجنة إن شاء الله وفي آخر خطبة للقسام في جامع الاستقلال هيفسر للمصالين آية من سورة التوبة الآية رقم 13 قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين هيقول يوسف الشايب اللي كان برضو من أعضاء المقاومة واللي استمع لهذه الخطبة إن آخر كلمات قالها القسام في هذه الخطبة كانت أيها الناس لقد علمتكم من أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عالما بها وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد ألا هل بلغت اللهم فاشهد فإلى الجهاد أيها المسلمون إلى الجهاد أيها المسلمون بعد ساعة واحدة من إلقاء هذه الخطبة هتبدأ السلطة تفتش عن عز الدين القسام لمحاكمته ولكنه بالفعل كان ودع أهله وإخوانه وحمل بندقيته وذهب مع صاحبه إلى الجبال هيأكد يوسف الشايب أنه أول ما خرج من الخطبة من هذا المسجد كانت مستنياه سيارة أمام المسجد ولم يشاهده أحد بعدها في مدينة حيفا بعد ركوب هذه السيارة وأصح الأقوال في زمن خروجه من مدينة حيفا كان أنه خرج يوم 26 يوم 27 أكتوبر ومن بعدها بشكل مستمر عمليات خاطفة ونوعية ضد المستوطنات اليهودية من ناحية وضد معسكرات الإنجليز من ناحية تانية كماء متفرقة بتحصل للاثنين في كل مكان أو جاعهم القسام بده جدا طبعا محدش كان عارف يوصله لأنه كان متخفي وجبال فلسطين الأدرى بها هم أهل فلسطين فكان هو ورجال المقاومة أشبه بالأشباح إلا إن لكل شيء النهاي بس اللي بيفرق نهاية شخص عن شخص هي طبيعة هذه النهاية وحقيقة هذا الشخص وفعله أثناء نهايته عز الدين هو ورجاله هيتوجه إلى قضاء جنين تحديدا في قرية يعبد هيتعمل في هذه القرية كمين ليه هو ورجاله وكانت من عدة الاحتلال أنهم بيحطوا الجنود العرب في صفوف المقاتلين ويمكن بيشوف الصفوف المتأخرة لا ده في مقدمة الصفوف علشان يكونوا أشبه بالدروع البشرية لأن عصبة القسام أقسموا على أنفسهم ألا يقتلوا جنودا عربا وإنما يستهدفون الإنجليز وفقط تقول لي وإيه اللي ممكن يخلي العرب منضمين في شرطة الإنجليز هقول لك في هذا التوقيت عز الدين القسام الإنجليز كانوا بيتكلموا في الصحف أنه مجرد رجل خارج عن القانون وأن دول كلهم لصوص وعصابات فبالتالي العرب كانوا بيخرجوا مع الإنجليز عادي لما عرف القسام أن أعضاء الشرطة بيقتربوا أعطى للمجاهدين معه أمرا بقلا يقتلوا عربيا على الرغم من صعوبة هذا الأمر لأن الإنجليز كانوا واقفين وراء العرب هتبدأ تاخد المعركة بين الطرفين معركة عراق متنقلة كثافة الأشجار في هذه القرية كانت بتساعد قوات المقامة أنهم يتخفوا وينتكلوا من مكان الآخر من غير محد يشوفهم فضلة المعركة دي مستمرة من الصباح الباكر إلى بعد العصر المجاهدين ثبتوا في المكان وأبعوا الفرار على الرغم من أنهم كانوا يقدروا يفروا من أرض المعركة وكانوا قدامهم فرصة للنجاة لما هيناديهم ضابط إنجليزي ويقول لهم استسلموا تنجو فأجاب القسام لن نستسلم هذا جهاد في سبيل الله ثم هدف في أصحابه أن موتوا شهداء فردد الجميع الله أكبر الله أكبر وتحت هذه الصيحات والنداءات بيستشهد الشهيد عز الدين القسام هو وثلاثة من أصحابه يوسف عبد الله الزيباوي من قرية الزيب من قضاء عكا عطية أحمد المصري كان من مصر وجه على مدينة حيفا للعمل وانضم إلى مقاومة القسام وأحمد سعيد الحسام نحتسبهم مع الشهيد عز الدين القسام من الشهداء يا ترى هل المقاومة انتهت بعد استشهاد عز الدين القسام لو كانت المقاومة انتهت بعد استشهاده ما كناش اتكلمنا عنه في هذه الحلقة جنازة القسام نفسها كانت بتؤكد أن المقاومة مستمرة تحول الجنازة عز الدين القسام لتظاهرة حاشدة بتؤكد أن بوافاة عز الدين القسام وبعض الرجال من معاه هتظهر أجيال تانية أكتر بكتير من هذا العدد لن تقبل بالذل ولا الهوان هيفضلوا ماشين على خطاء وعظمة القسام أدوارها كمان لم تنتهي استشهاد عز الدين القسام كان نقطة محورية وحدث فارق يمكن كان من أهم الأسباب اللي علشانها قامت ثورة كاملة في فلسطين كانت هي الثورة العربية في الإسطينية الكبرى اللي خصصنا لها حلقة أهيانة على القناة وتكلمنا عن أحداثها بالتفصيل واضلت عزمة القسام مستمرة لفترات طويلة كمقابل لحركات سهيونية كتير مسلحة ظهرت في نفس الفترة زي الهاجناه وشترن واراجون كمان عزمة القسام بدأ ينبثق منها بحركات جهادية تانية زي فصيل علي بن أبي طالب وفصيل عمر بن الخطاب وآثر عزة دين القسام فضل مكمل لحد يومنا هذا حركة المقاومة الإسلامية المعروفة باسم حماس هتسمي جناح العسكري باسم كتائب القسام تيمنا بمفجر فكرة المقاومة المسلحة في أرض فلسطين عزة دين القسام ومؤسس فكرة أنها هي الحل الوحيد لحل مشكلة هذه الأرض وعودة الحقوق إلى أصحابها وبس كده يا سيدات والسادة خلصنا كلامنا عن حياة الشهيد المناضي العزة دين القسام أتمنى تكون الحلقة عجبتكم لو عجبتك الحلقة بكل تأكيد ما تنساش توريه تحت في الكومنتات أو وصلت للثانية تأكد أنك عمل لايك مشترك في القناة بفعل كل تنبيهات عشان يجيلك كل جديد شكرا للناس اللي بتتعامنا بكل الوسائل الممكنة شكرا للناس اللي بتتعامنا عن طريق الشير أو عن طريق الكومن اشترك في القناة تفعيل جرس التنبيهات كل الحاجات دي مهمة جدا شكرا لدعمينا عن طريق ميزة سوبر تانكس أو عن طريق الانضمام إلى عضوات القناة عن طريق زرار جوين المجلد زرار سبسكرايب أو بيتريون ووضفون كاش وبيبال الموجودين كلهم في صندوق الوصف وشوف أكد شاء الله في حلقة قادمة وسلام عليكم شكرا للمشاهدة